السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب لغات والمدارس اللغات وأولياء أمورهم الكرام المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم إنجليش فوريو أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم إنجليش فوريو مازلنا مع بعض في المراجعة النهائية استعدادنا لامتحان الميت ترم اللي هيعقد إن شاء الله في أوائل يناير وخدنا أول جزء واتكلمنا عن listening comprehension وإزاي نحل قطعة الاستماع ودلوقتي هناخد السؤال بتاع البراجراف how to write a paragraph إزاي هنكتب البراجراف والبراجراف بتاع كل سنة بيجي منين يعني سنة رابعة منين سنة خمسة منين وهكذا هناخد الأول الخطوط العريضة اللي بنعرف منها إزاي نكتب أي براجراف وبعدين هناخد البراجرافات الخاصة بالدروس بتاعتنا كسنة خمسة وكمان هناخد كونيكت فايف اللي لسه ما اشتركش معايا لحد دلوقتي وأول مرة يشوفني أنا قناة منورة العلم انجليش فور يو قناة على اليوتيوب بشرح منها كونيكت فور وكونيكت فايف للصف الرابع والخامس الابتدائي لو عايز تشترك معنا الاشتراك بالمجان تماما هي قناة زكاة علم كل هدفها توصيل معلومة للأسرة المصرية والتسهيل على الأسرة المصرية والطلبة بنعين العبء المادي من على الأسرة المصرية وبنحاول نبسط المعلومة ونوصلها للطلبة والطالبات عشان الشكوى المتكررة من النظام الجديد ومنهم مش عارفين يفهموا المادة ولا يمشوا معاها فنحاول ان احنا نساعدهم ان احنا نوصلهم ازاي يعرفوا يذكروا الانجليزي في النظام الجديد ونوريهم الأفكار بتاعت الأسئلة بتيجي ازاي هتدخل على تطبيق اليوتيوب وتكتب فيه شريط البحث منارة العلم بالعربي انجليش فور يو بالانجليزي هتفتح معاك القناة تحت اي فيديو هتلاقي زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او مكتوب عليه اشتراك هتدوس على زرار احمر دايب انت كده اشتركت معنا هتفعل الجرس على الكل عشان كل منازل فيديو يوصلك الفيديو ويوصلك اشعار به وتدخل واتتابع معايا بعد كده ادخل على البلاي لست بتاعت القناة او قائمة التشغيل واختار القائمة الخاصة بشرح منها كونيكت فايف طبعا هتلاقي قائم كتير في شرح الوحدة الاولى التانية التالتة الرابعة الخمسة الستة هتلاقي قائم للمراجعات قائم للجرامر هتلاقي قائم لحل امتحانات انت اختار القائمة اللي هي فيها كل الفيديو القائمة بتاعة الشرح المنهج اللي بتضم ده كله او اختار القائمة اللي انت حابب ان انت يعني تشوفها هتلاقينا شرحين كل درس متكلمين عن الفوكابري بتاعه متكلمين عن الدرس ومعناه متكلمين عن اللانجوج فوكس الموجودة فيه متكلمين عن قواعد الجرامر وهتلاقينا في فيديو تاني حلين على الدرس من كافة الكتب الخارجية في الوحدة الاولى كنا بنحل من كتر الندى والباهر وبيت باي بيت وجم والمعاصر وفي الوحدات التانية حلينا من المعاصر والباهر وجم وبيت باي بيت عشان ده منهج جديد فانا مش عايزاك تدخل الامتحان تتخض من اي فكرة او اي شكل سؤال ما تكونش شفته قبل كده يكون كل الاسئلة يعني متدولة واخدنا فكرتها وما فيش حاجة صعبة معينا باذن الله احنا رفعين بقى الشعار بتاع ساعة توقر احنا بنساعدك ان احنا نبسطلك المعلومة وبنساعد الاسرة المصرية ان احنا نعين من على العاطق بتاحها العاب المادي بتاع الدروس الخصوصية طلبين منكم كمان انتو كمان تساعدونا في ان احنا الفيديوز بتاعتنا توصل لمشتركين اكتر لناس اكتر تدخل وتتابع وتفهم معانا كويس فمن فضلك لو عجبك الفيديو حط لايك تحت الفيديو عشان الفيديو يعلى وغيرك يشوفه اللايك ده مش بناخد عليه فلوس اللايك ده مجرد ان هو بيعلي الفيديو فغيرك يدخل ويتابع معانا لان الفيسبوك واليوتيوب بيبقى عايزين اعلانات وعايزين تمويل عشان يشهروا القناة احنا ممناخدش فلوس على الفيديوز دي فبالتالي احنا مش معانا ان احنا نعمل اعلانات بس احنا عايزين فكرتنا وهدفنا يوصل ويستفيد بيه اكبر قدر ممكن من الاسر المصرية واكبر قدر ممكن من الطلبة والطالبات فمن فضلكم ساعدونا ان المعلومات اللي عندنا توصل وتساعد الطلبة والطالبات دولا فلو عجبك الفيديو حط لايك تحتيه وما تنساش بقى كومنت حلو منك كده تشجعنا ان احنا نكمل به يلا مع بعض هناخد النهاردة هارتو رايت ابراجراف وهنبدأ ونقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب واللهم لا سهل الا ما جعلته سهل وانت ستجعل علينا كله صعب وسهل باذن الله وهناخد اول نوع من البراجرافات وهو البيوغرافي البيوغرافي اللي هو السيرة الزاتية عايزين نتعلم ازاي نكتب بيوغرافي عن شخص معين طبعا احنا اخذنا فيه الدروس بتاعة الوحدات لما كنا منتكلم عن الوحدة بتاعة الرياضة وكنا منتعرف عن اسماء اللاعبين المشهورين اخذنا البيوغرافي اللي هي السيرة الزاتية وازاي نتكلم عن شخص معين ازاي نذكر السيرة الزاتية بتاع الشخص ده فوارد جدا انه هو يجيلي في الامتحان ويقول لي write a paragraph or a biography of 40 words using the following guiding elements يعني يقول لي اكتبي فقرة انشائية او سيرة زاتية في حدود الاربعين كلمة مستخدمة بقى العناصر اللي هم الديها لي ويديني كلمات عشان اا استخدمها يعني اا طيب هو ممكن بقى يقول لي ايه يقول لي مثلا اا اتكلم بقى عن اي شخص انا عايزايا مثلا لعب مشهور اا حدو كدولية اا طيب لازم ابقى عارفة العناصر اللي انا هتكلم عليها البيوغرافي ده بيتكتب ازاي اول حاجة بنعمل introduce للperson اللي انا هتكلم عليه ولازم بسكر النيم بتاعه فلازم هقول النيم of person مثلا بتكلم عن محمد صلاح وبعد كده هبتدي اقول he or she was born in واقول المكان اللي هو اتولد فيه والتاريخي الميلاد بتاعه اقول he began اللي هو بدأ بقى اللي هو يلعب ويمارس مثلا رياضة كرة القادر لما كان عمره كم سنة وهكذا يبقى اول حاجة في البيوغرافي ان انا بقدم الشخص اللي انا عايزة اتكلم عليه عشان اقدم الشخص يبقى بعرف اسمه معرف مكان ميلاده بعرف سنه ابتدى الرياضة وهو عنده كام سنة ابتدى يمارسها ازاي وهكذا طيب تاني حاجة say why they are famous and give details about them لازم اقول هم ليه مشهورين وابتدي بقى ادي لك ايه تفاصيل كده عنهم فهقول مثلا ان هو كان he was the first مثلا كان مشهور عشان هو كان اول لعب يحرز مثلا هدف معين او he was successful because هو كان ناجح بسبب واسكر السبب بتاع النجاح بتاعه واقول بقى he won وابتدي اعدد فيه الجوائز اللي هو اخدها طيب الخطوة التالتة لما باجي اكتب البيوغرافي لازم give more details about their success and why they are interesting or important لازم اديك تفاصيل اكتر عن ليه احنا بنهتم بيهم وليه بنعتبرهم كدوة وليه بنعتبرهم من المشهورين او المشهورين وليه هم بيبقوا مهمين بالنسبة لنا واحنا بنهتم بيهم فلازم بقى اقعد اقولك هو فاز بكذا وكان شاطر في كذا وعمل كذا وهكذا تمام يبقى اقول he won مثلا award ايد مثلا rio olympic اقول مثلا he won the gold medal ان واسكر مثلا هو خاد الميدالية الذهبية فين he won the cup of the world كاس العالم مثلا في مبارات ايه وهكذا اعد احمسك كده واقولك على حاجات في يعني مشوارهم الرياضي نجاحات وهدايا ومكفآت وجوائز هم حصلوا عليها عشان كده جعلتهم مشهورين وجعلتنا احنا نهتم بيهم طيب بعد كده say what you think could happen next for their career say what you think could happen next for their career توقعتك ليهم هيوصلوا لايه في مجال العمل بتاعهم في حياتهم العملية انت شايفهم انهم ممكن يوصلوا لايه فممكن تقول I think he will become the most مثلا the most famous player اللي هو اشهر لاعب أو the most successful player اللي هو انجح لاعب او انت في نظرك شايف ان الحياة العملية بتاعتهم هتكون ايه او هيوصلوا فيها لإيه طيب يبقى احنا كده عرفنا ان البيوغرافي بكتبها فيه اربع خطوات الخطوة الاولى لازم اعمل introduction للشخص اللي انا بتكلم عنه فان انا اعطي اسمه اقول نبزة كده عن ميلاده وعن هو منين مارس الرياضة امتى بعد كده بتدي ادي details عن تفاصيل حياته بقى هو كسب ايه كان بيلعب ازاي بعد كده ادي تفاصيل اكتر عشان حبيبك فيه وابتدي اقولك مثلا هو نجح بسبب ان هو عمل كذا وكذا وكذا عشان هو يبقى هدف امامك انت تقلده لو انت مهتم بالمجال اللي هو فيه وبعدين نازم اذكر ايه سبب ان خلناه مشهور او ايه سبب اللي خلناه مهم او ايه سبب اللي خلناه احنا كجمهور بنهتم بيه طيب هناخد بقى دلوقتي امثلة لهذه النمازج مثلا شريف عثمان شريف عثمان ده لاعب رياضي طبعا هو لعب مشهور فيه رياضة رفع الاسقال ممكن اكتب عنه ايه وطبعا القطع دي هي بالنص من الدروس اللي موجودة في الكتاب يعني الوحدة التانية الوحدة اللي كانت بتتكلم عنه الرياضة كان شارحني فيها البيوغرافي وكان جايب لي المقاطع دي عن اللاعبين دولة فمثلا انا لو جيت اتكلمت عن شريف عثمان واخلي بالك بقى من حاجة انا دلوقتي وانا بقولك البراجراف بقولك عن معلومات في البراجراف وازاي تكتبو والفوكابلاري والبانكتوويشن والحالات دي كلها ممكن البراجرافي اللي انا بديهولك دلوقتي وبعلمهولك على انك تحفظه كبراجرافي يجي لك وتكتبه ممكن دي تكون ريدنج تكست تجي لك كقطعة قراءة ويجيب لك تحتها اسئلة او الكومبليت او زائد الاسئلة المقالية يعني اللي عايز اقولهولك ان كل اسئلة الانجليزي منفدة على بعضيها المفتاح بتاع الحل ان انت تبقى حافظ الفوكابلاري تبقى عارف تقرأ وعارف تسمع ولما بتقرأ وتسمع بتفسر الكلام وبترجمه وبتبقى عارف انك تفهم سياق الكلام اللي قدامك عشان تعرف تحلي فاي سؤال يجي لك من مثلا قطعة زي دي او باراجراف زي ده خد منه انه هو ممكن يبقى ريدنج تكست سهل قوي ممكن يبقى ليس لينج تكست ممكن برضو تمام فنخلي بالنا من كل ده طيب تعالوا نتكلم كده عن شريف عثمان بيقول شريف عثمان is a famous athlete وانا الاول يعني بقرأها وانتو تسمعوها عشان ننمي عندكم مهارة الليسنينج عشان لما تسمحها تفهمها وبعدين نرجع نقرأها تاني ونترجمها طيب شريف عثمان is a famous athlete his sport is weightlifting he won many awards he can compete in important competitions he wants to win new medals in the future he spends many hours training every day طيب طبعا عشان اكتب البراجراف بكتب العنوان في النص زي ما هو مكتوب كده وبحطه ما بين علامتين التنصيص علامات التنصيص اللي هم الشورة اللي موجودة قدامكو دي اسمها علامات التنصيص يبقى بكتب العنوان في النص وحطه ما بين علامات التنصيص وبعدين باجي اسيب مسافة كده قبل ما نسيب مسافة قبل ما نكتب اول جملة بنسيب حتة كده سمعها بيازة كده قد عقلة الصباع وبعدين اهي زي ما احنا سايبينها كده وبعدين ايه بنكتب كده من ايه من جنبيها ها هكتبها اقول طبعا اول كلمة بكتبها في البراجراف بتكون لازم في البراجراف اراعي علامات الترقيم يعني نهاية كل جملة فول ستوب بداية كل سطر كابتل لتر اسماء الاشخاص تكتب كابتل لتر كل بقى اللي احنا عارفينه في البانكتواشن نطبقه عشان كده دايما لما بنزل البراجراف بنزل معاه الفيديوز اللي انا شرحى فيها البانكتواشن لان علامات الترقيم جزء من الدرجة بتاعتك يبقى هو بيشوف انت اسلوبك كاتبه ازاي علامات الترقيم بتتحاسب عليها بتتحاسب على العنوان وحطو ما بين العلامات التنصيص دي ولا لا بتتحاسب على الكابتل لاتر على فول ستوب على كل الكلام ده بتتحاسب على السبلنج انك كاتب صح بتتحاسب على الزمن انت متبع الزمن صح ومصرف للافعال صح كل ده جزء من البراجراف لازم تعرفه طيب هنا بيقول ايه شريف عثمان is a famous athlete يعني شريف عثمان لعب رياضي مشهور his sport is weight lifting يعني الرياضة بتاعته هي رياضة رفع الأسكار he won many awards يعني هو كسب جوائز كتيرة he can compete in important competitions هو بيقدر يتنافس في المسابقات المهمة he wants to win new medals in the future هو في المستقبل عايز يفوز بميدليات أكتر he spends many hours training every day هو بيقضي ساعات طويلة جدا يتمرن كل يوم طيب ده عن شريف عثمان تعالوا نشوف بيوجرافي تاني عن فيمس قتل التاني زي مثلا مين هدايا ملاك هدايا ملاك دي برضو لعبة مصرية مشهورة جدا في مجال الرياضة تعالوا نتكلم عنها هدايا ملاك is a very famous Egyptian sport person she carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021 she was born on April 21 1993 she began practicing taekwondo at the age of seven she won many awards يبقى هو هنا بيتكلم عن هدايا ملاك بيكتب بيوجرافي عنها فالمفروض ان هو يقول لنا هي مولودة فين هي بتعمل ايه مشهورة في اي مجال كانت بيتمالس المجال ده وهي عندها قد ايه فازت بجوائز قد ايه وهكذا طبعا زي ما متفقين بنكتب العنوان في نص السطر وبنحط له عنامات التنصيص بعدين بنسيب مسافة كده من اول السطر وبنكتب الشخصية اللي هنتكلم عنها طبعا الاسم واللقب من قواعد البنكتويشن بيكتبوا كابتل لتر عشان كده كتبت الاتش هنا كابتل لتر والام كابتل لتر يعني اسمها واسم باباها الاسم واللقب يبقى هدايا ملاك ها is a very famous Egyptian sports person يعني شخصية رياضية مصرية مشهورة she carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021 يعني هي شالت العلم المصري في الأولمبيات اللي اتعملت في توكيو للألعاب الأولمبية في عام 2021 she was born on April 21 1993 هي تولدت في 21 أبريل سنة 1993 she began practicing taekwondo at the age of seven هي ابتدت ممارسة لعبة taekwondo وهي عندها سبع سنين she won many awards وهي فازت بجوائز كتيرة طبعا زي ما احنا شايفين الباراغراف هو قطعة من الدرس عشان كده لما كنا بنشرح المتابع معايا من أول السنة كنت دايما بقول بعد ما نفهم الدرس ونفهم ترجمته ونحفظ الفوكابلوري كل حد فينا يلخص الدرس في حوالي أربع أو خمس جمل ما بين أربعين لخمسين كلمة لأن ده هينفعه كمعلومات يقدر يجاوب بيها على كان أي سؤال بيجيله في الامتحان لأنه هيبعارف الترجمة وعارف المعلومة وفاهم الكلام كمان أنه يقدر يكتب منه الباراغراف وكمان زي ما قلنا بايوغرافي زي ده ممكن يجينا كريدنج تكست أو كليسنينج تكست ويجيب لي عليه أسئلة المهم أنه يبقى حفظه المعنى بتاع الكلام ومنه أجاوب على أي سؤال طيب تعالوا نشوف شخصية تانية طبعا محمد صلاح برضو هكتب العنوان وحطه ما بين علامات التنصيص وهسيب مسافة قبل ما أكتب أول كلمة في البراغراف أخش الجوة كده شوية وبعدين عشان بخلي البراغراف كأنه فقرات يعني وبعدين هبتدي أكتب برضو أراعي البانكتويشن الاسم واللقب اللي هو محمد صلاح يبقى الاسم محمد ولقبه أو اسمه بابا بكتبه الاثنين كابتل لتر يبقى محمد صلاح is my favorite sports star he has got dark curly hair and a bird he usually has a big smile he is a fast runner and he scores a lot of goals he plays for a team in England called Liverpool Football Club طبعا محمد صلاح لاعب مصري مشهور هو بيلعب في مجال كرة القدم كل واحد بقى يكتب عنه باسلوبه طبعا البراغراف دي مش لازم ان احنا نحفظها خالص المهم ان احنا نفهمها ونفهمها كمان عشان لو جاتلي كاقطع reading أو كاقطع listening ونعبر احنا بقى باسلوبنا يعني ده كنموذج نحتازي به ونعبر احنا باسلوبنا هنا مثلا هو بيوصف في شكل محمد صلاح فبيقول محمد صلاح is my favorite sports star يعني محمد صلاح يعتبر النجم المشهور في الرياضة بالنسبة لي he has got بيبتدي بقى يوصف لشكله dark curly hair عنده شعر اسود ممود and a bird وعنده دقن او لحية he usually has a big smile دايما عنده ضحكة كبيرة كده ضحكة دايما متسم طبعا عنده كله بيوصف لشكله he is a fast runner هو بيعرف يجري كويس قوي بسرعة بيجري بسرعة فهو يعني سريع في الجاري and he scores a lot of goals وبيعرف يسجل اهداف كتيرة he plays for a team in England بيلعب في فريق في انجلترا called اسمه liverpool football club هو اسمه كده liverpool football club اللي هو نادي liverpool لرياضة كرة القدر طبعا انت ممكن تكتب حاجات تانية ممكن تكتب انه هو مصري الجنسية انه كل مصريين فخنين بيه وبيحبوه انه هو بياخد جوايس كتيرة انه هو اللعب الاول في مصري باسلوبك انت وممكن تتكلم عن محمد صلاح ده لو جالك بيوجرافي وطلب منك انك تتكلم عن شخصية رياضية طبعا احنا كده خدنا 3 امثلة للشخصيات خدنا شريف عثمان والرياضة بتاعته كانت خدنا هداية ملاك والرياضة بتاعتها كانت وخدنا محمد صلاح والرياضة بتاعته كانت من البطل المفضل في حياتك من القدوة بالنسبالك عايزك تكتبع عن البطل المفضل عندك فمعظم الناس بيبقى البطل المفضل عنده هو والدها ممكن يكون مثلا والدها خالها عمها شخصية عامة هي بتحتازي بيها وتبتدي تكتب عنها هنا مثلا هو كان بيقول انه هو الفيفوريت هيرو بتاعه كان فقال بيتكلم عن بابا وان البطل بتاعه فبيقول داد از ماي هيرو طبعا الاول كتبنا العنوان اللي هو يورفيفوريت هيرو وحطناه بين علامات التنصيص زي ما احنا شايفينا هو كده ماشي وبعدين اهي العلامتين وبعدين بدأنا سبنا حتة وبدأنا من اول السطر كابتل ليتر قلت داد از ماي هيرو يعني ابي هو البطل بتاعي هو قدوتي هو رجل بوليس الشغل بتاعه متعب جدا هو بيشتغل ليل ونهار لحماية الناس او لحماية الشعب يعني هو بيحب يساعد الناس طبعا هو عمل عظيم جدا ان انت تساعد المجتمع بتاعك طيب ده لو جالي البيوغرافي وقال لي اكتب عن السيرة الذاتية بتاعت حد سواء بقى كان بطل في الرياضة سواء كان نجم في السينما سواء كان عانم سواء كان الفيفوريت هيرو بتاعك انت البطل بتاع حياتك الكدوة بتاعتك طيب الجزء التاني بقى ان هو هاو تورايت ابراجرافي ازاي ان انا اكتب موضوع تعبير وده بيجيلي من موضوعات الدروس اللي انا اخدتها عشان كده موضوع التعبير اللي بيجي لسنة خمسة غير بتاع ربعة غير بتاع اولعدادي لانه ما بيجيب لكش عن موضوعات برا المنهج بتاعك هو بيشوف الموضوعات بتاع الدرس بتاعك كانت بتتكلم عن ايه وبيجيب لك منهم البرا جراف عشان كده كده كنا بنقول لازم نحفظ الفوكابلوري انا عارف انتو زيقتوا مني من كتر ما قررت الكلام بس هو ده مفتاح حل الامتحان ان انت تبقى حافظ الفوكابلوري تعرف تقرأه تعرف لو حد قرأه انك تسمع تفهم الكلمة معنى ايه تعرف تكتبه الدكتيشن والسبلنك بتاعه صح على الغايب تفهم معنى الكلمة تعرف منخص بقى ليه الموضوع اللي اتكلمنا عنه يعني مثلا ما هكاونيكتت فايف السنة دي كان بيتكلم عن الفيفوريت فود اندرينكز كان بيتكلم عن الانجريديينت بتاعة بعض الاطعمة كان بيتكلم عن زي مثلا لو ألنا البسبوسة والكشري والحاجات دي كان بيتكلم عن التوريزم و ايه هي الرياضات الموجودة في مصر يعني من خلال الموضوعات اللي احنا اخدناها في الدروس يبتدي يجي لك براغراف عن المواضيع دي طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف how to write a paragraph بالقياس على الدروس اللي احنا اخدناها وزي ما اتفقنا انه كل درس وانت بتذكروا اعمله ملخص كده ما بين 40 ل 50 كلمة خمس سطور كده عن كل درس ده هيكون البراغراف طيب اول حاجة في يونت وان كان بيتكلم عن الفوت شين الفوت شين اللي هي السلسلة الغذائية وطبعا في السلسلة الغذائية اتعرفنا على بعض الفوكابلوري زي البروديوسرز مين هما البروديوسرز اللي هما المنتجين وعرفنا ان البلانز هما المنتجين واتكلم عن الكونسيومرز اللي هما المستهلكين وعرفنا ان الانيمالز هما الكونسيومرز وعرفنا ان انا عندي 3 انواع من انواع الكونسيومرز اللي هما المستهلك الاولي وده بيأكل النبات وده المستهلك التاني اللي هو بيأكل حشرات حيوانات صغيرة وعندي المستهلك التالت كان بيأكل حيوانات ايه اكبر وبيجي بعد كده عندي الكائنات المحللة وبعدين نرجع نعيد الفوتشين من اولها طبعا دي كانت من اول الدروس اللي خدناها في المنهج وممكن اوي كان يجيب لي عليها بارا جراف طيب وممكن كمان تجيلي كقطعة استماع او كقطعة كراءة فمهم ان انا بقى فاهم الفوكارلر بتاعها وابقى عارف المادة العلمية بتاعتها بتتكلم عن ايه وبتقول ايه بقى عارف ان الكائنات المنتجة هي النباتات والكائنات المستهلكة هي الحيوانات وان الحيوانات دي منها ثلاث انواع مستهلك من الدرجة الاولى بيكل النبات مستهلك من الدرجة التانية هيكل حيوانات صغيرة او حشرات صغيرة وستهلك من الدرجة التالتة بيكل حيوانات اكبر وعندي بعد كده الكائنات المحللة اللي هي بترجع تحليل لكل ده وترجعه من النظام البيئي تاني وهلوم ما جرد وانوابقى عارفين ان الشمس بتدينا الطاقة وان النبات بيحصل على الطاقة بتاعته من خلال الشمس اما الحيوان بياخذ الطاقة بتاعته من خلال النبات اللي هو بيكله او الحيوان اللي هو بيكله دي الفكرة بتاعت الفوتشين طيب تعالوا نشوف بقى اهي اللي ايه طبعا العنوان هكتبه وحطه بين علامتين التنصيص اهو زي ما هو محتوط وبعدين برضو هسيب مسافة وابتدي اكتب بيقول يبقى هو كده بيتكلم عن السلسلة الغزائية يبقى هو كده بيتكلم عن السلسلة الغزائية يعني بيقولي ان السلسلة الغزائية دي بتوريني ازاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة اللازمة لها وبتقولي ان اللي نباتات بسميهم المنتجين يعني هم في بداية السلسلة اللي هم الخنافس والكاتربيلرز الديدان دولت بنسميهم برايمالي كونسيومرز يعني مستهلكين اوائل اما السناكس والليزردز اللي هم التعابين والسحالي دور ساكندي كونسيومرز وما ذكرت ليش معلومات اكتر من كده يعني وقالي لانهم بيكلوا الكائنات الصغيرة او الحيوانات الصغيرة والحشرات كان ممكن بقى يكمل لحد ما يوصل لتكومبورزز ويكمل لي اكتر بس هو اختصر لحد كده طبعا ده يعتبر مسامة مراجعة على الدروس بتاعت الوحدات لان زي ما قلت ممكن يجي ريدنج تيكس او لسنينج تيكس فخلوا بالنا من الترجمة يعني هو براجراف وفي نفس الوقت بيعرفني حاجات تانية طبعا بخلي بالي سبيلنج صح البرمتويشن صح ابدأ كابتل لتر انهي بفول ستوب وهكذا طيب هنا برضو بيتكلم في الوحدة الاولى عن healthy and unhealthy food يعني الطعام الصحي والطعام غير الصحي ممكن اتكلم اقول ايه اقول اتس important برضو زي ما احنا شايفين اهو بنسيب مسافة اهو بنسيب مسافة قبل ايه ما نبدأ باول جملة وبنكتب capital letter وبنرأي عنامات الترقيم يعني هي it is بس انا حزقت الايه للتخفية فبحطت لها الابوستروف تمام يبقى it's important to have healthy food vegetables and fruit are healthy they help us get fit my brother likes fish and chicken they are healthy food I like chocolate and french fries but they are unhealthy هنا بيتكلم عن الطعام الصحي والطعام غير الصحي فبيقول it's important to have healthy food يعني من المهم ومن الضروري ومن الهام ان احنا نتناول الطعام الصحي وبيقول لنا ان vegetables and fruit are healthy ان الخضار والفكهة هو طعام صحي they help us get fit بيساعدونا ان احنا يبقى جسمنا ممشوق كده وعندنا رشاقة ما نبقى شتخان my brother likes fish and chicken بيحكينا عن اخوه فبيقول ان اخوه بيحب اللي هو السمك والفراخ they are healthy food وان دولت من الطعام الصحي وهو بيقول عن نفسه I like chocolate and french fries ان هو بيحب الشوكولاتة والبطاطس المحمرة but they are unhealthy بس ده طعام غير صحي ممكن انت تكتب عن healthy food وال unhealthy food حاجات تانية كتير تمام؟ طيب بعد كده ثالث موضوع اتكلمنا عنه في الواحدة الاولى كان الشيكبيز اللي هو الحمص طيب لو جالي اكتب عن الشيكبيز هقول ايه برضو بكتب العنوان بين عامتين التلصيص في لص الصف واسيب مسافة وابدأ من اول السطر بكتب التل بقول شيكبيز are an important ingredient in many recipes such as scotchery شيكبيز are not a fruit or a vegetable they belong to a group of food called logiums they are a healthy food they can help to keep our digestive system working properly طبعا هو ملخص من الدروس عشان كده بقول لك ينفع انه هو يجي لك كتعة استماع بيقول شيكبيز are an important ingredient in many recipes يعني الحمص مكون هام في الكثير من الوصفات such as scotchery زي الكوشري شيكبيز are not a fruit or a vegetable هو مش خضار ومش فكهة they belong to a group of food called logiums هما بينتموا لمجموعة من الطعام اللي بيسميهم البكوليات they are a healthy food وده طبعا طعام صحي ليه هو طعام صحي لانه they can help to keep our digestive system working properly بيساعد ان جهازنا الهضمي يعمل بانتظام ويعمل بشكل صحيح طيب عندي كمان my favorite recipe اللي هي الاكلة المفضلة عندي بقى الحاجة المفضلة ان انا بعملها او الوصفة المفضلة هنا ممكن انت تتكلم عن البسبوسة تكتب تعبير عن البسبوسة يعني ان هي دي الاكلة المفضلة عندك او بقى ممكن تكتب عن اي اكلة انت بتعملها هنا مثلا بيقول I cook lots of things my favorite thing is stuffed vegetables I buy the fresh vegetables at the market I use tomatoes and rice to make them My mother helps me cook stuffed vegetables They are very delicious لو تاخد بالك ولو انت مراجع معايا الفيديو الاول اللي بدأت في المراجعة اللي كنت بقول لكم فيه على listening comprehension او listening texts قطع زي دي جات لي ك listening وجالي عليها اسئلة complete عشان كده بقول لك ان ممكن ان الحلقة بتاعت الباراجراف دي ناخدها برضو كأنها listening text او reading text المهم نفهم الفوكابلري ونفهم الترجمة عشان نعرف نحل هنا بيقول My favorite recipe اللي هي الوصفة المفضلة لدي I cook lots of things انا بطبخ اشياء كثيرة My favorite thing is stuffed vegetables ولكن الوصفة المميزة عندي او المفضلة عندي هي المحشي الخضار المحشي يعني وجبة المحشي بتقول I buy the fresh vegetables at the market بشتري الخضار الطازة من السوق I use tomatoes and rice to make them انا بستخدم الطماطم والرز عشان اعملهم My mother helps me cook stuffed vegetables مامتي بتساعدني عشان نطبخ الخضار المحشي ده او المحشي They are very delicious وهم لازيزين جدا انت ممكن تكتب عن اي وصفة عايز تكتب عن الكشري اكتب عايز تكتب عن البسبوسة والانجريديمز بتاعتها لو انت حافزها وحافز طريقة عملها اكتب اكتب عن اي وصفة بتحب تعملها طيب كده احنا خلصنا الموضوعات اللي ممكن تجلنا في unit 1 طيب unit 2 كان بيتكلم عن السبورت بيتكلم عن الرياضات فممكن يجيلي باراغراف عن ايه ممكن مثلا يقول لي A sport you like اكتب عن الرياضة اللي انت بتحبها مثلا هنا المثال بيقول My favorite sport is squash I always practice it in the club I use my squash rackets to play with my friend I am good at playing squash I love watching squash matches on tv يعني هو بيتكلم عن الرياضة المحببة بالنسباله فهي الرياضة المحببة بالنسباله السكواش طبعا العنوان بنتجه نص السطر بنحط على متين التمسيز زي ما هو موجود وبنسيب مسافة ونبدأ من اول السطر ونهاية كل جملة بنحط الفول ستوب وبنراعي بقى زي I am هي اصلها I am بقيت I am يبقى كان فيه A واختصرت فبنحط الابستروف بتاعتها وهكذا طيب هنا هو بيقول My favorite sport is squash يعني رياضتي المفضلة هي رياضة السكواش بيقول I always practice it in the club انا دايما بلعبها في النادي او بمارسها في النادي I use my squash rackets to play with my friend انا باستخدم المضارب بتاعت السكواش عشان العب مع صحبي او صديقي I am good at playing squash انا جيد في لعب السكواش I love watching squash matches on tv وبحب لعب مباريات السكواش في سوري بحب I love watching squash matches on tv يعني بحب الفرجة على مباريات السكواش في التلفزيون انت عايز تغير الكلام ده وتكتبه تنس اكتب عايز تكتب عن الفوتبول اكتب عايز تكتب عن الكاراتيش وفي الرياضة المحببة ليك واكتب عنها هتكتب خمس جمل في حدود خمسين كلمة او أربعين كلمة عن الرياضة ان انت بتحبها يعني دي نمازج مش شرط ان احنا نحفظها او ان احنا نكتبها زيها بالظبط ممكن احنا نكتب باسلوبنا بقى ولكن نستعين بهذه الجمل ونغير فيها بقى يعني ممكن اقول يبا انا غيرت من الكواش لتنس وهكذا طيب هنا بقى البراغراف التاني بيقول الرياضات في مصر مصر فيها الكثير من الرياضات اتكلم عنها هنا عصم بيقول هنا عصم بيقول يعني فيه رياضات كتيرة في مصر وطبعا إيجيبت اسم بلد فإحنا عندنا أسماء البلاد اسم العلم اسم البني أدمين الإسم مطلقب اسم أي حاجة مشهورة أيام الأسبوع الشهور بتاعت السنة الجنسيات كل ده بيكتب كابتل لتر بداية الجملة كابتل لتر نهاية الجملة الفول ستوب فهنا بيقول إن إحنا عندنا رياضات كتيرة جدا في مصر بيقول The most popular sports in Egypt are football ولكن أكتر رياضة محببة أكتر رياضة مشهورة أكتر رياضة شعبية في مصر هي football كرة القدم وبعدين بيقول كمان tennis والtennis والsquash ولعبة القدم بيقول I am good at playing football أنا جيد في لعب رياضة قرة القدم I love watching football matches on TV بحب إن أنا أتفرج على مباريات كرة القدم في التلفزيون I'm not good at playing squash بس أنا مش شاطر في لعبة القدم My brother is good at swimming أخويا شاطر في العوم أو في السباحة But he isn't good at karaté بس هو سيء في لابة القراتé ممكن أنت تكتب برضو عن الرياضات اللي أنت بتحبها وأن أنت شايفها موجودة في مصر يعني ده مجرد نموذج بس بتاخد فكرة أن أنت بتكتب العنوان بين عالمتين التنصيص بأن أنت بتسيب مسافة قبل ما تبدأ في الكلمة الأولانية من البراجراف وبعد كده بتبدأ السطر من أوله بتبدأ capital letter بتنهي full stop بتحافظ على الكومة مثلا لو في كلمة but فلازم قبلها تبقى كومة لو بنقول على تعدادات زي football tennis يبقى كومة كومة وقبل آخر حاجة بقول squash بكتب قبلها and عشان التقرارات ما قدرش أقول football and tennis and squash يبقى football كومة تنس كومة لحد قبل آخر حاجة أقول and ونخلي بالنا من الحاجات دي طيب الباراجراف التالت بيتكلم عن sports equipment اللي هو المعدات الرياضية حنيستخدم إيه في كل حاجة فبيقول لي هنا جون and Sarah have sports equipment جون wears his football boots to play football سارة wears her swimming goggles to go swimming they use their squash rackets to play squash they play tennis on the courts جون wears his karate suit to do karate يعني هنا بيقول لي عن sports equipment اللي هي المعدات الرياضية فبيقول لي أن جون وصارة have sports equipment يعني جون وصارة عندهم معدات رياضية اللي هي الحاجات اللي بلعب بيها بلبس إيه عشان نلعب إيه بشير إيه عشان نلعب إيه فاحنا كنا عارفين طبعا من الوحدة أن احنا مثلا الكراتيه لازم له السوت لازم له البادلة بتاعة الكراتيه وكنا عارفين أن الفوتبول لازم لها البوتس لازم ألبس الكوتش بتاع لعب الكرة القدم كنا عارفين مثلا أن السكواش لازم له الراكت وهكذا هي دي المعدات كنا عارفين مثلا أن عشان أنزل عم لازم أبقى لابس الميو لازم أبقى لابس الجوجلز اللي هي نظرات بتاعة السباحة وهكذا فهنا بيقول يعني جون لابس الجزمة أو الكوتش بتاع الحزاء بتاع كرة القدم عشان يلعب كرة القدم بيقول وصارة لابس نظرات السباحة عشان تعوم هم بيستخدموا مضارب السكواش عشان يلعبوا السكواش وبيلعبوا تنس في ملاعب التنس احنا اتفقنا أن ملعب كرة القدم اسمه بيتش وملعب التنس اسمه كورت وجون لابس البدلة بتاعة الكراتية عشان يلعب الكراتية طيب عندنا اي تاني بيقول what do we do to protect our air ازاي نحافظ على الهواء بتاعنا الهواء بتاعنا مص بي كلين لان لو الهواء بتاعنا ما كانش كلين ده هيصبنا فيه جهازنا التنفسي كلنا هنعية طيب ازاي نحافظ بقى على الهواء بتاعنا عشان نخليه بكليني what we do to protect our air ماذا نفعل لنحمي الهواء بتاعنا طبعا هقول it's important to keep our air clean يعني من الهام ان احنا نحافظ على الهواء بتاعنا نظيف we need to look after our plant لازم ان احنا نعتني بالكوكب بتاعنا we can drive our cars لس نستخدم السيارات اقل we can use our bikes more نستخدم العجل اكتر we should plant trees ونزرع اشجار we must work hard to do this ولازم نشتغل بجد او نعمل بجد عشان نعمل كده طيب عايزين نفهم ايه علاقة الكارز بالبوليوشن او ايه علاقة الكارز بان احنا نحافظ على الهواء بتاعنا طيب وليه قال لي we use our drive cars less we use bikes more لان الكارز بتطلع emissions بتطلع عوادم عوادم السيارات دي بتسبب البوليوشن للهواء بوليوشن للهواء يعني ايه يعني ايه البوليوشن بتاع الهواء يعني الكاربون دايكسايد بيزيد في الهواء الكاربون دايكسايد بالنسبة للانسان اه هو غاز سام يعني هو لما يزيد في الهواء البني ادم يتخنق يبقى سم بالنسبانه البني ادم بيتنفس الاكسوجن وبيخرج الكاربون دايكسايد فلما هو يخرج كاربون دايكسايد ويكون اصلاً عوادم السيارات دي كمان بتخرج الكاربون دايكسايد لما تزيد نسبة الكاربون دايكسايد ده هيسبب مشاكل في التنفس هيسبب امراض في الرئة لان ده هيكون هوا ملوس طيب ايه فكرة بقى ان انا اسوق عربيات اقل واستخدم عجل اكتر تعال اشرح لك لو انا راح المدرسة وجارتي راح المدرسة وجارة تانية راح المدرسة احنا عشرة في العمارة كل واحدة بتسوق عربيتها وتاخد ولادها عشان توديهم المدرسة يبقى احنا كده ماشيين بعشر عربيات العشر عربيات كل واحدة فيهم بتطلعي اميشنز بتطلع لي عوادم فانا كده عندي عشر عوادم طلعين من عشر عربيات رايحين لنفس المكان طيب لو احنا كلنا اتجمعنا في عربية واحدة او ان احنا اجرنا ميكرو باص مثلا او اوتوبيس وكلنا رحنا مشوار ده بعربية واحدة يبقى انا اطلع لي عوادم من عربية واحدة بدل ما كان هيطلع لي من عشرة فبالتاني انا عملت كده على اني قللت التلوث بدل ما كان هيجيني كاربون دايكسايد من عشر عربيات فيبقى عندي عشرة كاربون دايكسايد هيبقى عندي كاربون دايكسايد واحد بس يبقى أنا كده سهمت فيه تقليل نسبة التلوث طيب العجل بقى الفكرة إن العجل ما بيطلعش إيميشنز هي الإيميشنز دي جاية منين جاية من إن أنا بحط بنزين والبنزين ده وقت حفري بيتحرق فبيطلع لي غاز الكاربون دايكسايد أما العجل يعني بيحتاج إن أنت تدوس على البدان وإن أنت تحرك إيديك وإيديك فالعجل لا تمشي فما عنديش الغازات الملوسة للبيئة دي طيب دي أول حاجة تاني حاجة ليه بقول ليه المفروض إن إحنا نزرع أشجار لأن الأشجار بتاخد الكاربون دايكسايد هو بالنسبة لها أكل هو بالنسبة لها فايدة هي لما تاخد الكاربون دايكسايد هتدخله في عملية البناء الضوئي مع وجود الشمس هتعمل منه أكلها وتأكله طيب هي لما بتاخد الكاربون دايكسايد في عملية البناء الضوئي بتطلع للإنسان للأكسجن فبالتالي هي بتنظف لنا الهوى بتاخد الكاربون ديكساد الملوس اللي هو بيصيب الإنسان بالتسمم والاختناء ويسبلم له مشاكل في التنفس وأمراض بتاخده وتدينه الأكسجن اللي هو محتاجه اللي هو غاز نظيف بالنسباله فسبحان الله اللي عمل لنا توازن في البيئة بين المخلوقات واللي ضرر حاجة فيه نفع حاجة تانية واللي نفع حاجة تانية بيكون ضرر لحاجة وهكذا يعني عشان يبقى فيه برانس يبقى فيه توازن هي دي الفكرة طيب تعالوا نشوف الموضوع التاني برضو مرتبط بالموضوع ده اللي هو اللي هو التلوث بتاع الهوى عايز يعرفني تلوث الهوى بييجي منين طبعا هكتب برضو العنوان في نص السطر وبحط علامات التنصيص بسيب حتة أو مسافة وببدأ من أول السطر بقول طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني تلوث الهوى ده خطير جداً Traffic causes a lot of air pollution المرور والازدحام المروري كتر العربيات ده بيسبب كتير من تلوث الهوى When the air is toxic لما بيكون الهواء ملوث والهواء سام People get ill البني أدمين الناس بتاعي ليه لأنهم بيسبب لهم المشاكل التنفسية Emissions from factories make the air dirty كمان الإمبعاثات بتاعت الدخان بتاع المصانع اللي بتطلع من المصانع بتخلي الهواء ملوث وبتخليه هواء غير نظيف Dirty air can cause children's breathing problems طبعاً الهواء الملوث ده أو الهواء المتسخ اللي مش نظيف ده بيسبب مشاكل في التنفس للأطفال طبعاً انت ممكن تتكلم عن ال air pollutions بجمل تانية تستخدم فيها الإمميشنز بتاعت الكارز والإمميشنز بتاعت الفاكتوريز وتستخدم فيها الهواء برضو toxic والكلام ده كله وممكن يتكلمني هنا عن الووتر بوليوشن اللي هو تلوث الهواء فالمفروض ان انا اقول ان we should not throw the garbage near the sea مش المفروض ان احنا نرمي الوساخة أو الكمامة بجانب البحار عشان ما نعملش ايه ما نعملش ال air pollutions تمام we should keep our sea clean لازم نخلي البحار بتاعتنا نضيفة ممكن كمان تتكلم عن ال pollutions عن مثلا في كذا حاجة بقى ازاي ان انت تبروتكت your community اللي هو المجتمع بتاعك from air pollution أو water pollution من تلوث الهواء أو تلوث الماء يعني موضوعات كتير ممكن يجيبها لك تستخدم فيهم نفس الجمل فيعني شوف الموضوع اللي قدامك تخشله من كم مدخل وتكتب فيه ايه تمام يعني لو جالك عن الغذاء الصحي وانت حافظ التشيك بيز اكتب عن التشيك بيز كنوع من انواع الغذاء الصحي يعني الموضوعات مرتبطة ببعضي هذا قصدي تمام طيب unit 3 بيتكلم عن wind origin اللي هو التعرية بفعل الرياح طيب لو جاب لي ان انا اكتب براجراف عن wind origin اللي هي التعرية بفعل الرياح اهم حاجة هكتب عن definition بتاعها تعرفها انا كنت حافظة تعرفها من قلال الدروس فانا عارفة ان الwind origin can cause many changes where there are some scriptures in Egypt's white desert they are amazing they were made by wind where the wind blows sand and small stones against the rocks where the rocks change into beautiful scriptures يبقى انا عارفة ان الwind origin دي معناها اللي هي cause changes اللي هي بتحدث تغيرات there are scriptures in Egypt's white desert وان هو كان فيه منحوتات او تماثيل حدثت بفعل الwind origin دي كانت موجودة في الايجيبت's white desert في صحراء مصر البيضاء وان هما they are amazing شكلهم روعة او شكلهم مذهشين و they were made by wind هما طبعا اتواجدوا بفعل الرياح وابتدي اشرح له ازاي الكلام ده ان the wind blows sand and small stones against the rocks ابتدت الرياح تهب وتجيب الرمال والطراب والحجارة الصغيرة وتحطها فوق بعضها فوق السخور with the rocks change into beautiful scriptures وبالتالي السخور تحولت لمنحوتات شكلها جميل طبعا ده كله من المعلومات اللي في الدرس طيب كمان في الوحدة دي كان بيتكلم عن traditional clothes اللي هي الملابس التقليدية وكان بيكلمني عن الجلابية كنوع من انواع traditional clothes in Egypt كنوع من انواع اللبس التقليدي في مصر طيب لو هو جاب لي براغراف عن traditional clothes ممكن اقول له ايه ممكن مثلا اقول يبقى انا هنا قلتنو انه بابا يشترى جلابية هيلبسة في العيد it is made from cotton هي مصنوعة من القطن it has pockets هي فيها جيوب the pockets are hidden بس الجيوب مخفية اللي هي بتبقى سيالات لجوه مش جيوب باينة كده زي البنطلون الجينس لا بتبقى سيالات كده الجوه it has long sleeves to protect your hands هي لها اكمام طويلة عشان تحمي ايدينا من اشعة بتاعت الشمس there are many colors هي منها انوان كتير my dad's favorite is white بس بابايا لونو المفضل الابيض ممكن كمان تكتب عن حاجات تانية كتير يعني طيب هنا our school uniform لان احنا كان عندنا درسة من دروس الوحدة بيتكلم عن ازي المدرسي فهبدأ واقول our school uniform is smart we wear واختار بقى مثلا لبس مدرستك السوبيان والبنات زي بعضيهم ولا البنات مختلفة عن السوبيان احكي لنا اللبس مصنوع من ايه لونه ايه شكله ايه في الوينتر بنلبس ايه في السامر بنلبس ايه وهكذا فهنا بيقول our school uniform is smart we wear a white shirt and blue trousers we have to wear a blue tie in winter we wear dark black sweater in summer we can wear blue shorts طبعا احنا كان عندنا درس من الدروس بيتكلم عن وكان اول حاجة بيقولنا our school uniform is smart يعني اللبس بتاع المدرسة بتاعنا او زي المدرسة الموحد ده زي انيك ممكن اكتب is beautiful ممكن اكتب is nice ممكن اكتب is cool بس smart يعني انيك وابتدي اختار بقى مثلا we wear a white shirt and blue trousers احنا مثلا بنلبس اميس ابيض وبمطالون ازرق we have to wear a blue tie المفروض ان احنا نلبس كرافاتة زرقه in winter في الشتاء we wear dark blue sweater بنلبس في الشتاء بيبقى لونه ازرق غامق او كحلي غامق in summer we can wear blue shirts وفي الصيف احنا نقدر نلبس الشرطات الزرقه انتي مثلا لو بنوتها ممكن تكتبي ان we wear a white shirt and a blue skirt we have to wear a sweater in winter for the cold days in summer we can wear blue skirts and a blue shirt or blue shirt اللي هو او تيتشيرت او تيتشيرت منصكم يعني كلام كتير و ازي او كل واحد يوصف ازي بتاع المدرسة بتاعته هو بيلبس ايه فيه اللي بيلبس بمطالون فيه اللي بتلبس سكرت جيبة فيه اللي بتلبس مثلا يعني اللي بتلبس او اوصيفي لبس المدرسة بتاعك السبيون بيلبسه زي البنات ولا مختلف الالوان وهكذا يعني ده مجرد نموذج نحتازي به ونكتب احنا باسلوبنا طبعا هو مهم جدا ان احنا نفهم ترجمته لان زي ما قلت ممكن يستخدمه في reading text او listening text وهو زي ما احنا شايفين كده مراجعة للدروس يعني طيب موضوع تاني ممكن يجيلي على الوحدة التالتة لو هو حابب انه يجيب لي موضوع باراجراف عن الوحدة التالتة يقول لي my favorite clothes ومعظم المدارس في امتحانات المهام الادائية يا اما جابت لهم عن 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 كان دولة اهم ثلاث موضوعات اتكلمت فيهم المدارس عن المهام الادائية ومتوقع برضو انه هم برضو يجي منهم البراجراف في الامتحان لان دولة اشهر المواضيع يعني طيب هنا مثلا my favorite clothes كل حد عنده لبس معين هو لبس المفضل تير جيب بلوزة فستان بانتالون طاقم معين كده هو الطاقم المفضل عنده ممكن ان هو يكتب ويشرح لنا هنا بتقول my favorite clothes are dresses my favorite color is blue my dress has two pockets i love wearing it in parties i also love wearing a crown on my head for parties i like to wear gloves on my hands too بتقول my favorite clothes are dresses يعني زي المفضل هو الفستين my favorite color is blue بتحب اللون اللبني او اللون الازرق my dress has two pockets الفستان بتاعي لي جبين i love wearing it in parties بحب ان انا ألبسه في الحفلات i also love wearing a crown on my head for parties بتحب في الحفلة انها تلبس crown التاج فوق راسها i like to wear gloves on my hands too وبحب ان انا ألبس جوانتي في ادايا كمان انت عندك اي طعم مفضل عندك اوصفه طيب اللي هو دلتا النيل طبعا دي كانت المعلومات بتاعتها برضو من الدروس وده كان درس دراسات موجودة تعلمناها باللغة الانجليزية الطبع النيل في ايجبت النيل 20 كم نور من كيرو الطبع النيل يتحب على بحبان المعارضة هذه المعارضة إلى مدينة المعارضة الطبع النيل طبعا المعلومات هي تعتبر جزء من الدروس عشان كده بقولها ممكن تجي لك قطع listening او ممكن تجي لك قطع reading فهي لما جات لي عن نيل دلتا فكتبت من الدرس هنا بيقول The Nile Delta is in Lower Egypt طبعا احنا عارفين ان دلتا النيل دي موجودة في الوجه البحري About 20 كم أو كيلومتر north of كايرو يعني على بعد 20 كم من شمال القاهرة The Nile River spreads out into two branches يعني نهر النيل بيمتد الفرعين These two branches flew toward the Mediterranean Sea الفرعين دولت بيتضفقوا يعني المية بتاعتهم لحد ما بتوصل للبحر المتوسط The Nile Delta is the Frile Soil between the two branches of the Nile اللي هو دلتا النيل دي هي الطلبة الخزبة الموجودة ما بين فرعين النيل It stretches from Alexandria to Port Said and it looks like a triangle هي بتمتد من اسكندرية لبور سعيد وبتكون على الخريطة كده شكلها كأنها triangle كأنها مسلس طبعا من معنومات الدرس درس الثاني كان Clothes in Mexico اللي هو المنابس فيه in Mexico برضو من الدروس اللي احنا واخدينها يعتبر ملخص للدروس اللي احنا واخدينها يعني ملخص الدرس قد يجيلك reading text أو listening text أو يجيلك براغراف تكتبه طيب هنا بيقول كل الناس اللي هم الأجانب أغلبيتهم يعني بيكونوا بيد وحمر والشمس بتأثر فيهم قوي فبيقوا دايما يعني بشرتهم فتحة وبرندات ده الأغلبية يعني في ناس عادي أمحيين وصمر وكل الأجناس ولكن الأغلبية البيض الحمر دولة الشمس بتأثر فيهم جدا فهم بيلبسوا الطوائل المكسيكية عشان يحموا وجوههم من الشمس دي they wear a sembrero الطوائل دي بيسموها sembrero it's a traditional mexican hat وهي دي نوع من الطوائل المكسيكية التقليدية الشعبية هي من الزي المكسيكي اللي هم بيلبسوها عشان يحفظوا بيها على وششهم من الشمس girls are wearing traditional mexican dresses البنات بتلبس الفساتين التقليدية المكسيكية اللي هي بتكون مشهورة بأنها colorful يعني بتكون ملونة فيها strips فيها خطوط on their dresses يعني there are lots of colorful strips on their dresses بيكون الفساتين بتاعتهم فيها ألوان كتير وفيها خطوط كتير بتبقى هم بيحبوا الألوان الزاهية في لبسهم طيب unit 4 بيتكلم عن إحنا ممكن نعتبر الحلقة دي حلقة مراجعة على المنهج وحلقة مراجعة على الدروس يعني انت بتاخد معنومات جديدة عن الدروس وترجمة جديدة عن الدروس كلها يعني الحلقة دي فيها كل الفوائد فيها فوائد ان انت تتعلم فيعني الفيديو ده مهم جدا طيب unit 4 بيتكلم عن إلفانين آيلاند اللي هي جزيرة فيلة عايزك تكتب عنها شوفت فيها ايه علبك فيها ايه فهنا بيقول وان هو مليان تاريخ احنا اتفرجنا على غروب الشمس واتمشينا هناك لمدة طويلة طيب درس تاني بيتكلم عن الغرين هاوس اللي هي الصوبة الزجاجية فكرة العمل بتاعها وبيتطلق في النص للغرين هاوس جازز اللي هي غازات الاحتباس الحلالي الغرين هاوس معناها الصوبة الزجاجية وطبعا قلنا ان الصوبة الزجاجية دي فايدتها بالذات للبلاد اللي ما بيبقاش الجو بتاعها مناسب للزراع زي البلاد الاجنبية اللي بيكون دايما جو فيها برد وشتا ومطر وثالج فده بيموت الزلع الزلع عايز درجة حرارة معينة فعملوا حاجة اسمها صوبة زجاجية بيثبطوا درجة الحرارة على الدرجة المناسبة لزراعة الفواكه والخضار وتفضل الصوبة دي هي معمولة من الزجاج محتفزة بدرجة الحرارة بتاعتها لحد ما ينمو المحصول اللي هو مزروع فيها ويبتدوا ان هما يحصدوا بقى زي وزي الارض عادي خالص يعني عرف البيبي لما بيتردوا بنحطه في حضانة هي دي الحضانة بتاعة الزلع عشان يعرف ان هو ينمو ويكمل لان الظروف بتاعت الطاقس بتاعتهم ما بتنسبش عمليات الزراعة طيب هنا بقى الفكرة بيقول ايه The greenhouse is made of glass It keeps the plants inside It warm the temperature inside It doesn't change We can grow vegetables Like tomatoes in it It helps us grow many crops in cooled areas يعني بيقولك ان The greenhouse gas Sorry the greenhouse لان هنا بالكلم عن الصوبة الزجاجية مش غازات الاحتباس الحراري The greenhouse is made of glass وانت تفرق ان لما قولك Greenhouse gases يبقى غازات الاحتباس الحراري انما لما قولك Greenhouse يبقى الصوبة الزراعية او الصوبة الزجاجية فهي من اسمها هاي زجاجية يبقى مصنوعة من glass يبقى هي مصنوعة من الازاز It keeps the plants inside warm بتحافظ عن ان النبات بداخلها يكون دافئ يكون في درجة حرارة دافئة The temperature inside it doesn't change درجة الحرارة داخل Greenhouse داخل الصوبة الزجاجية ما بيتغيرش We can grow vegetables like tomatoes in it ممكن نزرع خضار زي الطماطم بداخلها It helps us grow many crops in cold areas هي بتساعد ان احنا نزرع كثير من المحاصيل The vegetables and fruits خاصة في ال cold areas اللي هي المناطق اللي على طول برد اللي على طول درجات الحرارة فيها يعني ما بتبقاش مرتفعة ابدا لان الفكهة والخضارة عشان ينمو محتاج لدرجات حرارة يبقى فيها الجو حر شوية مش اللي هو على طول تلج التلج على طول دوت والبرد الجامل ده بيموت الزرق فبنعمل الصوبة دي عشان بنزبط درجة الحرارة بتاعتها على الدرجة المناسبة للغذاء ان هو يلمو وبتفضل محتفظة بدرجة الحرارة بتاعتها لحد ما بنحصل منها على المحصول طيب بيتكلم هنا برضو عن البروز عايز يعرف مميزات وعيوب السياحة البيئية طبعا احنا كان فيه درس من الدروس بنتكلم فيه عن الايكوتوريزم السياحة البيئية وقلنا انها زي اي شيء ليها البروز وليها الكونز يعني ليها مميزات وليها عيوب هنا بيقول يعني فكرة السياحة البيئية دي فكرة جميلة لانها بتحمي الحياة البرية هي بتعتني بالبيئة هي بتساعد كمان السكان المحليين لانها هي بتديهم مظائف ها ده كله مميزات طب العيوب بقى هي مش مريحة زي السياحة العادية لان السياحة العادية بيجي راكب طيارة ابعد ما كان في العالم يوصل مثلا خلال يوم يومين هيكون وصل ولكن السياحة اللي بيئي ما بتحبش الطيران لان بالنسبة لها الطيارة زي العربية زي ما الطيارة زي ما العربية بينحط فيها البنزين وبتحرق وبتطلع عوادم بتلوس الهواء وهو كذلك الطيارة بتمشي بالوقود اللي بيتحرق وبيتطلع عوادم وبيلوس الهواء فهي عايزة تحافظ على البيئة وعايزة تعتني بها وتهتمي بها مش عايزة يبقى فيه فبالتالي ما بتركبش طيران فبتيجي ايه بقى يما بيجوا بالعجل ويعودوا بقى في شهور واسنين عبر ما يوصلوا المكان اللي هم عايزينه يقيموا بيجوا بالاطارات لانها اقل تلوس من الطيران فطبعا الموضوع ده بالنسبة لهم مرهد ما هوش مريح زي السياحة العادية طيب عندنا موضوع تاني بيرفكت ايكوتوريزم ايه هي افضل مكان للسياحة البيئية في مصر وهو جاب لي طابا كنموذج من نمازج السياحة البيئية في مصر وقال لي ان ده افضل مكان فلما اجي اتكلم عن بيرفكت ايكوتوريزم ايجيبت افضل سياحة بيئية في مصر هتكلم عن طابا وخدت الدرس وهو بيكلمني عن طابا هنا اسم ليقول طابا is good for ecotourism we can find valleys desert and the sea there ecotourists can do different activities there they can enjoy hiking and diving they can stay in ecologies in طابا local people are very friendly يبقى بيقول لي طابا is good for ecotourism يعني طابا جيدة للسياحة البيئية we can find valleys desert and the sea there بنجد فيها the desert the sea there والبحار هناك ecotourists can do different activities there السياح البيئيين او السياح المحافظين على البيئة ممكن انهم يقوموا بأنشطة مختلفة كتير هناك they can enjoy hiking and diving بيستمتعوا بالغطس وبيستمتعوا بأنشطة كتير they can stay in ecologies بيقيموا في المنازل صديقة للبيئة in طابا local people are very friendly في طابا الشعب بتاع طابا اللي هم السكان الأصلين بتاع طابا يعني أهل البلد ودودون جدا يعني بيرحبوا بالضيوف وبيبقوا أصدقاء ليهم وبيبقوا بيعملوها بطريقة بطريقة friendly فيها ودوا صداقة طيب our community garden اللي هو حديقة الأسرة أو حديقة المجتمع وبردو كان عندنا درس في الوحدة اسمه كده لو جالي ان انا نكتب باراغراف عنه ممكن مثلا نقول yesterday i went to our community garden with my mom i helped her grow plants we dug the soil we planted the vegetable and fruit seeds we took out the weeds it was great to see the plants get bigger يعني بيقول yesterday بالأمس وطالما بدأت الكلام بyesterday يبقى ألاحظ ان انا بستخدم past simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط يبقى ألاحظ ان كل الأفعال اللي عندي متصرفة في الماضي اما هضيف للفعل دي لو هو اخره ايه او هضيف له ايه دي او باتتبع القعدة بقى بتاعة الفعل اللي عندي لو هو فعلش هزه هبقى حافظ التصريف بتاعه يبقى انا بتكلم في الماضي همشي كله في الماضي لما بدأ بyesterday او last week يبقى ده ماضي ماشي؟ هبدأ مثلا بتمورو يبقى i will يبقى هستخدم future وده عشان كده بيعلمني وبيعلمني الازمينة بتاعتي يبقى هنا في البراغراف بيعلمني ازاي اكتب لازم اراعي في البراغراف الزمن اللي انا مستخدمه استهدم زمن صح ولازم اراعي اللي هي علامات التركيم ولازم اراعي اللي هي الهجاية بتاعتي تكون صحيحة طب هنا بيقول اراعي يعني بالامس انا رحت لحديقة الاسرة مع امي انا ساعدتها ان احنا نزرع نباتات او نزرع زرع we dug the soil احنا فحتنا الارض يعني حفرناها we planted the vegetable and fruit seeds وزرعنا البذور بتاع الخضار والفكحة we took out the weeds ويعني نضفنا الارض من الحشائش او النباتات الضرة it was great to see the plants get bigger طبعا كانت حاجة رائعة قوي ان احنا نشوف ان الزرع بتاعنا ابتدى ايه يكبر كتلاحظة حلو طيب باراجراف تاني بيقول the results of climate change اللي هو نواتج التغيير المناخي ايه اللي ترتب على تغيير المناخ احنا اتفقنا ان بسبب غازات الاحتباس الحراري المناخ دلوقتي اصبح غير زمان يعني اصبحنا في اختلاف نلاقي عندنا البرد بقى برد جدا الحر بقى حر جدا درجات الحرارة بتوصل لخمسين درجة مقاوية احنا في مصر مش متعودين على الجو ده كل التغيير ده حصل نتيجة ايه نتيجة ايه او التغيير المناخي ده حصل نتيجة ايه نتيجة الاحتباس الحراري طيب ايه اللي ترتب بقى على التغيير المناخي ده عايز نتكلم عن results of climate change ايه اللي ترتب عليه طبعا climate change describes the change of the weather over time science think that people are causing climate change as a result of climate change animals may lose their food because plants die sea level raises so people can lose their homes the climate becomes too hot طيب تعالوا نشوف بدأت ان انا اعرفوا يعني ايه climate change اعرفوا من the definitions اللي انا واخدها في الدروس يعني ايه كلمة التغيير المناخي بقول له climate change describes the change of the weather over time تغيير المناخ بيوصف التغيير اللي حصل في الطقس عبر الوقت يعني او الفترة الزمنية بقول له science thinks that people are causing climate change العلماء بيقولوا ان البني ادمين او البشر هم السبب في التغيير المناخدة as a result of climate change كنتيجة للتغيير المناخدة ايه اللي حصل animals may lose their food ممكن الحيوانات تفقد غذائها because plants die ان النباتات هتموت وممكن كمان ان ده يؤدي ان الحيوان اصلا يموت طيب ايه كمان sea level raises هيحصل ان مستوى البحر هيعلى so people can lose their homes لما مستوى البحر يعلى هيحصل عندي ايه هيحصل عندي الفلود الفيضان فالفلود ده لما يحصل هيغرقن البيوت ممكن ان قرية بحلها بلد بحلها تنتهي تدفن تحت المية دي وتحت السيول دي فبالتالي ده هيؤدي ان الناس تلوز their homes هتخسر مساكنها مش هيبقى موجودة ممكن الناس اصلا تموت كمان the climate becomes too hot الطقس او المناخ بقى حر جدا زي ما احنا قلنا احنا مش متعودين على الطقس الحر ده ولكن ده كله حصل نتيجة التغيير المناخي طبعا كل ده من الدروس اللي واخداها في المنهج ومن الوحدات بتاعتنا طيب درسي تاني باراجراف برضو ممكن يجي يقولي helping our community اللي هو مساعدة مجتمعنا ازاي نساعد مجتمعنا هنا مثلا بقول at school we learn about looking after plants we try to keep the plants healthy we take out the weeds we make sure that plants get lots of sunshine sunshine helps the plants grow طيب انت ازاي تحافظ على المجتمع بتاعك او تحافظ على الاسرة بتاعتك لازم تعمل حاجة كويسة في المجتمع وليكن مسلا ان انت تتعلم الزراعة وتحافظ على وجود النباتات فهنا بيقول at school في المدرسة we learn about looking after plants احنا اتعلمنا ازاي نعتني بيه النباتات we try to keep the plants healthy حاولنا ان احنا نحافظ على النباتات بصحة we take out the weeds اكتلعنا الحشائش والنباتات الضرة من الارض we make sure that plants get lots of sunshine اتأكدنا ان النباتات اخدت قدر من الشمس او من ضوء الشمس لان طبعا ضوء الشمس لازم للنباتات عشان تقوم بعمية البناء الضوئي وبالتالي تكون الغذاء بتاعها and sunshine helps the plants grow لان ضوء الشمس بيساعد على نمو النباتات لان من غير ما النبات ده هيكل مش هينمو طيب عندي بقى اليونت 5 بيقول trotters in ancient Egypt التجار في مصر القديمة عايزي تكلم عن التجارة والتجار في مصر القديمة بقول there were lots of jobs in ancient Egypt trotters in ancient Egypt played an important role there were lots of goods in ancient Egypt these goods were gold, linen and grain traders traveled up and down the Nile buying and selling their goods طيب احنا بنتكلم هنا عن التجارة والتجار في مصر القديمة فبقول there were lots of jobs in ancient Egypt كان في وظائف كتيرة جدا في مصر القديمة trotters in ancient Egypt played an important role التجار في مصر القديمة لعبوا دور مهم جدا there were lots of goods in ancient Egypt there were lots of goods in ancient Egypt كان هناك الكثير من البضائع في مصر القديمة these goods were gold linen and green البضائع دي كانت عبارة عن الدهب الكتان والحبوب أو الغلة ما يعني traders traveled up and down the Nile buying and selling their goods التجار كانوا بيسافروا يعني واخدين كده النير رايح جاية عشان يبيعوا ويشتروا البضائع طيب عند كله برضو من الدروس طيب هنا برضو عايز باراغراف عن desert ecosystem لما احنا خدنا الايكو سيستم الأنظمة البيئية وخدنا أنواع من الأنظمة البيئية كان عندنا desert ecosystem وال marine ecosystem اللي هو النظام البيئي الصحراوي النظام البيئي البحري وهكذا طيب لو جاء عايز نكتب عن desert ecosystem اللي هو النظام البيئي الصحراوي بقول everything in the natural world is connected about 90% of Egypt's land in desert areas there are different animals in Egypt's deserts these animals are camels, foxes and gazelles there are also plants such as tamarisk and ocasia انا لما بكلم عن desert ecosystem يعني الصحرا كنظام البيئي بقول everything in the natural world is connected كل شيء في عالم الطبيعة متصل ببعضه about 90% of Egypt's land is desert areas حوالي 90% من الأراضي المصرية هي مساحات صحراوية أو هي صحراء there are different animals in Egypt's deserts في الصحراء في الصحراء فيه انواع مختلفة من الحيوانات these animals are هذه الحيوانات كمثال بقى عليه هيدديني camels الجمال foxes التعالب gazelles الغزال there are also plants such as tamarisk and ocasia كمان عندنا النباتات زي نبات الطرفة طيب 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 عايز بردو نتكلم عن الكرافتسمن الكرافتسمن اللي هم الحرفيين الحرفيين يعني أي حد عنده حرفة بيعملها بأيدي السايخ حرفي الراجل اللي بيعمل لنا الفخار وبيستخدم الكلاي الطين والسلصال والكلام ده هو حرفي الرسام اللي بيعمل painting للpictures اللي بيرسم لوحات هو حرفي أي حد بيعمل حاجة بأيديه بنسميه كرافتسمن اللي هو بنسميهم الحرفيين أو كرافتسمن اللي هو الراجل الحرفي فبيقول هنا being a craftsman is very interesting it's important too my father is a craftsman I want to be a craftsperson I like making beautiful pots from clay I am good at making things I think it is a good job for me بيقول being a craftsman is very interesting يعني إن أنا أكون راجل حرفي ده حاجة ممتعة it's important too كمان حاجة مهمة my father is a craftsman بابايا حرفي I want to be a craftsperson أنا عايزة بقى راجل حرفي I like making beautiful pots from clay أنا بحب إن أنا أعمل قواني الطاهية من السلصال أو الفخار I am good at making things أنا شاطر في فعل أو في عمل الأشياء يعني I think it is a good job for me فأنا أعتقد إن دي حرفة كويسة بالنسباني طبعا ده من الدرس بتاع الجوبس لما كان بيتكلم عن الوظائف وإن كل واحد ممكن يشوف هو شاطر في وظيفة ايه وممكن يقوم بوظيفة ايه طيب إيجيبتةe fresh water ecosystem من نيتكلم عن البيئي الخاص باقي music نتكلم عن النظام البيئي الخاص بالمياه العذبة في مصر المياه العظبة في مصر اصلا الفريش ووتر بنجيبها منين؟ طبعا بتجيبها من الناير ريفل اللي هو من نهر النيل اما السورت ووتر بنجيبها منين؟ من جيبها من السي اللي هي المياه الملحة بنجيبها من البحار موضوع زي ده مهم جدا لان جاء عليه قطع في الليسنينج لسه هناخدها لقدام قطع في الليسنينج كتير جدا كان دايما يقعد يسألني ويلو اخبطني بابين الفرش والسالة والسالة والجاية في الترول فوز اللي هو السي gives us salt water أما النايل gives us الفرش والسالة وبيلخبة بقى طيب هنا بيقول the banks of the Nile River have many different species of animals and plants there is lots of fresh water not salt water like the sea many water birds live in the rids on the river bank it's a good place for them there are plenty of fish to eat يعني بيقول the banks of the Nile River have many different species of animals and plants يعني ضفاف نهر النيل في فصائل مختلفة من الحيوانات والنباتات there is lots of fresh water هناك الكثير من الماء العزب not salt water مش مية ملحة like the sea زي البحار many water birds live in the rids on the river bank الكثير من الطيول المائية بتعيش في نبات البوس أو القصب على ضفاف نهر النيل it's a good place for them وده مكان جيد ليهم there are plenty of fish to eat لأن فيه كمية من الأسماك اللي بيأكلوها وبيتغزوا عليها طبعا ده كله جاي من الدروس يعني الدرس كل باراجراف فيه حطلك ليه عنوان وقال لك أن نعموان ده ممكن تستخدمه هو والقطعة دي كأن انت تكتب باراجراف أو موضوع عن المعلومة دي أو أن هو يجي لك كreading text أو listening text أوكي طيب القطعة اللي بعد كده أو الباراجراف اللي بعد كده بيقول عايزك تتكلم عن عمل النساء أو الوظائف النسائية اللي كانت موجودة في مصر القديمة فبنقول يعني بيقول لما بيبقى ستة واحدة بيقول لما بيبقى ستات كتير بيقول يعني النساء المصريين القدماء كانوا بيعملوا بالمنزل وبيعملوا خارج المنزل أيضا النساء كانوا بيطهوا الوجبات بيعملوا الأكل clean the house بين نظافوا البيت took care of their children بيعتنوا بأطفالهم ومن could wave baskets بينسجوا السلال bake bread يغبزوا العيش and make sandals ويصنعوا الصنادل and they could sell them at the market وكمان بيقدروا يبيعوهم في السوق Hatchip suit was a famous queen in ancient Egypt وصلت كمان المرأة المصرية القديمة إنها تبقى ملكة زي Hatchip suit ما كانت ملكة في مصر القديمة كانت ملكة مشهورة في مصر القديمة طيب بيقول إنه teamwork is very important إن فريق العمل ده حاجة مهمة جدا I work in a team in science class في حصص العلوم إحنا بنشتغل كفريق عمل when we are doing an experiment لما بنعمل تجربة بنتقسم كده خمس ست أفراط في كل مجموع عشان نعمل تجربة معينة مهدات يمورك كمان I work in a team when I am playing football لما باجي ألعب كرة القدم أنا بكون في فريق كل واحد مننا في الفريق بيبقى مسؤول عن حاجة فيه المسؤول عن الجون فيه مسؤول عن الدفاع فيه مسؤول عن إنه هو اللي يشوت وهكذا You can't win a football match by yourself إنت ما تقدرش إن أنت تفوز بمباراة كرة قدم لوحدك لازم تكون مع فريق عمل وكلكم تكونوا بتشتغلوا صح في المهمة اللي أنت متخصص فيها عشان تقدروا إن أنتوا تفوزوا ده اسمه teamwork يعني فريق عمل You work with your teammates mats to do this You work with your teammates to do this يعني أنت بتعمل مع زملائك في الفريق عشان تحقق الهدف إن أنت تعمل التجربة أو إن أنت تفوز في المباراة طيب يونت 6 آخر يونت معنا طبعا يونت 6 كان بيكلم عن الوذر كان بيكلم عن الطقس ممكن جدا يجيب لي باراكرافي قولي the weather in Egypt الطقس في مصر هقول we have a nice variety of weather in Egypt We have very hot summers The temperature sometimes goes to 50 degrees in summer Our winters are cooler It doesn't often rain in Cairo يعني الطقس عندنا في مصر We have a nice variety of weather in Egypt عندنا طقس متنامع في مصر We have very hot summers دايما بيبقى الصيف عندنا حار The temperature sometimes goes to 50 degrees in summer ساعات درجة الحارة بتوصل لخمسين درجة مقوية في الصيف Our winters are cooler الشتاء بتاعنا بيكون يعني برد It doesn't often rain in Cairo ولكن مش دايما بتمطر في القاهرة How to keep safe in a storm كيف تحافظ على نفسك آمن في وجود العصفة لما بيكون في عصفة إزاي تحافظ على نفسك آمن ودي كان من الدروس بتاعة الوحدة It's important to protect yourself in a storm There might be a power cut in a storm You should have candles Connect your friends to check they are safe Don't stand under trees in case lightning strikes Don't stand near wires They would give you an electric shock طيب How to keep safe in a storm كيف تحافظ على نفسك آمن في وجود العصفة It's important to protect yourself in a storm من الهام إن أنت تحمي نفسك عند وجود العصفة ها تعمل إيه بقى There might be a power cut in a storm ممكن الطيار الكهرابي يقطع النور يقطع في وجود العصفة يبقى You should have candles المفوض يبقى معك تورش كشاف أو candles اللي هو الشمع You should have candles Connect your friends to check they are safe تتصل على أصحابك وتتأكد أنهم بأمان Don't stand under trees ما تقفش تحت الأشجار In case lightning strikes عشان البرق البرق ممكن يعني البرق ده لو نزل عليك ممكن يبقى كأنه صاعك كهرابي يموتك تمام وكمان الستورم دي بتبقى رياح شديدة أو عصفة شديدة لأن دايما الستورم بيصاحبها الويند بيصاحبها الرياح ممكن تقتلع شجرة من مكانك فتوقع الشجرة عليك فالاثنين برضو Don't stand near wires ما تقفش جنب الأسلاك They could give you an electric shock ممكن تكهربك طيب A tornado الأعصار عايزين نتكلم عن التورنيدو عن الأعصار مثلاً Two years ago there was a triple tornado It started to get dark when we were at school We saw the tornado It was frightening It was a very big and black cloud It destroyed many homes and buildings بيحكي بيقول وحدت منازل كتير ومباني كتير طيب برضو كان درسي من الدروس بيتكلم عن Natural resources اللي هي المصادر الطبيعية أو الموالد الطبيعية فلو طلب مني في الامتحان أتكلم عن الموالد الطبيعية طبعاً عندي ثلاث أنواع من أنواع الموالد الطبيعية Natural resources اللي بجيبها من Plants and trees والnatural resources اللي بجيبها من المنرال من المعادن ويعني خلنا في الدرس الثلاث أنواع بتوع الnatural resources طيب أتكلم عنه في موضوع تعبير أقول إيه أقول مثلا Our world is an amazing place It gives us many things So we can have foot clothes and build our houses The things nature gives us are called natural resources We can use these natural resources to stay alive and keep healthy Water Clean air Soil Fossil fuels and minerals are natural resources هنا اتكلم عن المصادر الطبيعية وقال Our world is an amazing place العالم بتاعنا مكان رائع It gives us many things بيدينا أشياء كتيرة So we can have foot clothes and build our houses بناخد منه الغذاء المنابس نقدر كمان نبني المنازل بتاعتنا The things nature gives us are called natural resources الأشياء اللي بتعطيها لنا الطبيعة اسمها natural resources يعني اسمها مصادر طبيعية We can use these natural resources to stay alive and keep healthy احنا نقدر ان احنا نستخدم المصادر الطبيعية دي عشان نبقى أحياء ونحافظ على حياتنا بصحة جيدة Water وكلين اويل اللي هي سوري Water وكلين اير ووتر المية كلين اير الهواء النظيف سويل التربة فوسيل فولز اللي هو الوقود الحفري اللي هو الغاز والبنزين والفحم كل ده بنقول عليه موالد طبيعية يعني موالد لا دخلة للانسان بها واخلي بالي عشان احنا اتفقنا ان ده كأنه ملخص للدروس غير انه باراجراف ينفعي reading text او listening text فلو جاب لي في القطع natural resources ولا man made man made يعني من صنع البشر يعني عقس natural resources فلو جابهم لي man made يبقى force غلط لانهما مش من صنع الانسان هما من صنع الطبيعة natural resources يعني من صنع الطبيعة هما موالد طبيعية طيب باراجراف كمان بيقول how to keep safe in extreme heat ازاي تحافظ على نفسك امن في الموجة شديدة الحرارة in extreme heat we should drink lots of water even if we don't feel thirsty we should open the windows when there is a cool wind we should wear light cool clothes we should try to spend time in cool buildings with air conditioning we shouldn't go outside in hot weather يبقى حافظ على نفسي اعمل ايه في extreme heat في الموجة شديدة الحرارة يبقى in extreme heat في الموجة شديدة الحرارة you should drink lots of water بتشرب مية كتير even if we don't feel thirsty حتى لو احنا مش عطشانين عشان جسمنا ما تعرضش للجفاف يبقى جسمنا منتعش كده we should open the windows when there is a cool wind نفتح الشبابيك عشان تدخل عندنا موجة رياح منعشة كده يكون فيها برودة شوية لما يكون الجو حلو كده وفي اسم هو we should wear light cool clothes نلبس الملابس الخفيفة اللي تحسسنا كده بان الدنيا منعشة كده بنلبس تقيل عشان الجو حال we should try to spend time in cool buildings with air conditioning نحاول ان احنا نقضي الوقت في المباني اللي بيكون فيها تكيفات تكيف we shouldn't go outside in hot weather مش المفروض ان احنا نخرج في الطاقس الحار حشان مجلناش دربة شمس كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة الفيديو مش طويل لانه يعتبر مراجع على المنهج كله هو جبلة كل unit وكل عنوان من عنوين الدروس الموجودة في اليونت وجبلك عليها براجراف من خلال الدروس الموجودة فهو كده يعتبر ده ملخص للدروس ممكن الفيديو ده تاخده ك ازاي تكتب براجراف او تاخده ك listening text ازاي تسمح وتترجم وتستفد منها او reading text او تاخده ك معلومات تقدر منها ان انت تحل السؤال بتاع الماتش او تحل السؤال بتاع الري اي حد محتاج اي حاجة توصلوا معي على صفحات الفيسبوك على او 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 انا او او ان شاء bin الابتدائي 2023 او مجموعة التليجرام مالارت العلم انجليش في اليو للصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 اه وقولولي وانا هبعت لكم الانكس اه وهسبتها ان شاء الله في الكمبيونيتي في المنتدى اه عشان اللي عايز يدخل ويتواصل معايا ويسأل على اي حاجة انا معاكم في اي حاجة عايزينها اشرح لكم بازن الله شكرا لكم وشكرا لحسن الاستماع فعالوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد لسه المراجعات مستمرة من هنا اليوم الامتحان ان شاء الله هنخلص فيها المنهج كله هعرفكم ازاي تحلوا كل سؤال موجود في الورقة الامتحانية with my best wishes كانت معكم منارة العلم انجليش for you thank you and good bye